تأتي الذكرى الثامنة لنكبة الحادي عشر من فبراير هذا العام وما يزال البلد يموج في اتون الفتنة والحرب العبثية خائرا ينزف دما ويتلقى الطعنات المتتالية ثمانية أعوام واليمنيون تائهون في نفق مظلم فيما تسعى مليشيات الحوثية الإرهابية لفرض فكرها الأنصري البغيظ والتهام الجميع في شارع الجامعة كانت البداية كيانات مؤدلجة استقلت حماس الشباب ثم تدورت بعد أن تحولت من مطالب إلى فوضى عارمة هدمت القيم ودمرت مؤسسات الدولة وركزت بشكل أساسي على المؤسسة العسكرية التي كانت تمثل صمام أمان البلد كما أوجدت نكبة فبراير محطات للتدخلات الدولية وفرض أجندات مثلت وما تزال أسسا لنكبات تلاحقت وتداعت على اليمنيين دون توقف نكبة فبراير كانت فرصة سانحة لعودة سلطة الكهنوت الإمامي بعد تربص دام عقود استنفد فيها الإماميون كافة الحيل والسبل وظهرت بشكل علني منذ دخول الحوثيين العاصمة صنعاء كشركاء إلى جانب الأخوان في شارع الجامعة بعد أن كانت مجرد أحلام تراودهم منذ انطلاق ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 ليجدوا من نكبة فبراير بوابة للعودة مستغلين الخلافات السياسية في الصف الجمهوري نحذر من الفوضى الخلاقة الذي يدعو لها ضعيم أحزاب اللقاء المشترك كان وزير إعلام الملكية في حرب السبعين والآن يقود المشترك يقود القوى القومية والقوى الاشتراكية والقوى الإسلاق لا إله إلا الله والأجندة حول جمهوري الآن يقودكم إمام إمام مش معمم ثمانية أعوام مرت لم يجد الشعب من مسائري الفتنة سوى الدمار والخراب وضياع وطن وكان حصادها مر لكل يمني سواء من أيد تلك الفوضى أو من عارضها فالخسائر البشرية مهولة وما يزال ضحاياها يتتابعون حتى اليوم ودفع اليمنيون فاتورة باهظة من دمائهم ومصادر عيشهم الآلاف ماتوا قتلا وكمدا وأضعافهم جرحا يحملون ععاقات دائمة أما من باب التجارب التاريخية فإذا نظرت في أمر فانظر في نتائجه فما هي حصيلة الحادي عشر من فبراير غير سقوط النظام الجمهوري وعودة الإمامة وتفتيت البلد وضياء الديمقراطية واضطراض الحرب الطاحنة وتفشي الأزمات الاقتصادية اليوم وبعد مرور ثمانية عوام من النكبة والصف الجمهوري في صراع عبثي لا يخدم ذلك الصراع سوى ميليشيات الحوث الإرهابية التي أهلكت الحرثة والنسل بسياسة ممنهجة وانتقام من اليمنيين حيث سعت جاهدة لإيجاد شرخ اجتماعي بمختلف الوسائل وحشرت اليمن في نقطة ضيقة خدمة لمشروعها الطائفي الذي تسأى لجعله ورقة بيد إيران بعد أن كان نظام الحكم فيه ديمقراطيا شامخا بجمهوريته وعروبته التي لا يمكن التنصل عنها فهل يدرك اليمنيون أن خلافاتهم سياسية بسيطة وعدوهم واحد يرتدي عباءة الكهنوت المتمثلة في الإماميين الجدد وعلى اكتفوا بالمآسي التي جلبوها لليمن واليمنيين وعلى توحدوا لإنقاذ البلد